السلام عليكم مرسيكم بالخير مبطي ما جبت لكم سالفة هاليومين سمعت سالفة عجيبة ودي انكم تنصتوا الله رجل متزوج ومبسوط وموره زينة وقرر انه يتزوج على مرته وقامت امه عليه وقالت لا يمكن مستحيل ولن اسمح بهذا الزواج بدولي ان الام كانت راضية عن زوجة ولدها وكانت معجبة فيها ومبسوطة منها وتحبها حب شديد فرفضت انه يتزوج عليها لانه تخاف انه يجرح مشاعرها لكن الولد قرر انه يمشي في اجراءات زواجها رغم اعتراض ضمه يوم جاء ليلة الدخلة قامت امه وقفت وجهه ودعت عليه دعوة نسأل الله السلامة قالت رح الله لي وفقك رجل والله اعلم انه كان عنده من الزوجة الاولى اربعة او خمسة ما بين عيال وبنات الثاني ايضا جابت لي يا خمسة يا ستة من الاولاد والبنات رجل يتكلم عن نفسه يقول سبحان الله العظيم بعد دعوة يرزقني الله بحوالي ستة ما بين عيال وبنات وكانوا من اكثر الناس تدينا وخلقا وبرا وتفوقا حتى انهم ما يقارنون بخوانا ما الاولين ولا واحد على مياس ويقول الدعوة اللي دعتها علي الوالدة ماستجيبة ترزقني الله بمرة طيبة وذري تنطيب مصداق اللي حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم سيار الشاب أو الفتاة للإنسان اللي بيرتبط به أو بترتبط به هذا ليس من العقوق والله أعلم السلام عليكم سمنا الهيار